ما زلنا في متابعة طالما أن هذا الحدث لم ينتهي بعد كما تشير صفارات انذار المستمرة في منطقة حيفا في أحدى مناطق حيفا ونحن سنتابع هذه الصور إذن لحريق في بقعة من نتانيا هذا الحريق وهذا المشهد الذي نراه تبع دوية صفارات انذار في مناطق من شمال تل أبيب كما قال عبد القادر هي أقرب إلى نتانيا هذه الصور إذن كانت بعد دوية صفارات الانذار وما ورد من أخبار بخصوص التسلل طائرة مسيرة إلى مناطق في شمال تل أبيب على أن هذه الصور من هناك من نتانيا لا تلغي هذا الحدث الذي أيضا ما زلنا في متابعة له بخصوص دوية صفارات الانذار في مناطق بحيفا خشية تسلل طائرة أو لربما طائرات مسيرة بحسب المصار الذي تحدثنا عنه مع مراسل التلفزيون العربية انطلقت من لبنان أما هذه الصور التي نتابعها الآن على شاشة التلفزيون العربية هي لنتانيا قبل قليل تظهر بشكل واضح أعمدة دخان بسبب اندلاع حريق على أثر استهداف معين لم تتضح بعد معالم هذا الاستهداف ولا طبيعة هذا الاستهداف ولكن المعلوم أن الصفارات الانذار دوت في مناطق بشمال تل أبيب تحديدا أقرب إلى نتانيا حيث نتابع هذه الصور كانت صفارات الانذار خشية تسلل طائرة مسيرة تبيعها أخبار عن تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي وهذا على ما يبدو كان في محاولة لاعتراض هذه المسيرة إذن هذه الصور التي نتابعها الآن هي من نتانيا قبل قليل لاندلاع حريق وحريق كبير على ما يبدو ترتفع على أثره عاملة الدخان بسبب استهداف لنتانيا بطائرة مسيرة مازلنا في متابعة إذن هذه الأخبار العاجلة من هناك من تل أبيب وكذلك من حيفا لدوي صفارات الانذار في مناطق الكريوت شمال حيفا وكان هذا خشية تسلل طائرات مسيرة وعلى ما يبدو أن صفارات الانذار دوت في تلك المنطقة ولم تتوقف إلى حين رسالة مراسل العربي عبدالقادر عبدالحليم منذ دقائق أن صفارات الانذار لم تتوقف وهو ما يشير إلى استمرار الحدث هذه الأحداث التي نراها تأتي بعدما أعلن حزب الله منذ يومين أنه دخل مرحلة جديدة من الاستهدافات للداخل